الموضوع الثاني الوزاري المهم بالوحدة الأولى هو الـ phrasal verbs قبل ما نفوت بالوزاري أريدك بس تفهم لي عن شنو يدور الموضوع الـ phrasal verbs بالعربي هي الأفعال المركبة يتكون عندي من فعل هذا فعل verb ويتكون عندي من up اللي هو الـ preposition حرف جر turn هو فعل و on حرف جر try هو فعل و on حرف جر وكذلك turn مرت الله و take من أدمجهم الفعل و حرف جر ينطل معنى مختلف يعني شون يعني give وحدها هي يعطي up أعلى من راح أدمجهم و تصير كلمة وحدة give up هذا يتكون عندي phrasal verb اللي هو فعل مركب طيب ش يعني ينطل معنى مختلف give up يعني معناته يستسلم turn يستدر on أعلى من أدمجهم سوا تكون عندي turn on يجي معنى شنو يشغل try وحاول on أعلى من أخلي try on ينطل معنى مختلف الكلمة يعني تجي معنى مثلا أجرب turn يستدر down أسفل من أدمجهم يكون عندي turn down راح تكون عندي معنى مختلف تكون عندي take اللي هو يأخذ و up أعلى أدمجهم كلمة وحدة take up معناتها يمارس الآن افتهمنا ما هو phrasal verb يتكون عندي من فعل و حرف جر من أدمجهم ينطل معنى مختلف كوزاري وشون تيجي الصيغة الوزارية و الطريقة الوزارية اللي راح انحله ان شاء الله راح أوضحها تبريل هذا الموضوع هو بصحيفة داعش و بالملزمة بصحيفة تسعة فعندي قاعدتين بهذا الموضوع القاعدة الأولى المهمة كلش انه هي من راح اشوف ضمير راح تكتبه بين الفعل و حرف جر يعني من راح تشوف ضمير it to them أو me أو him أو hair وركزي على ذول الاثنين ذول المهمين الوزاريين من راح اشوفهم راح اكتبه بين الفعل و حرف جر خلينا اخذ مثال I have already turned on it و put in order انطعنا يا صيغة الوزاري انا مباشرة اتذكر هذا الموضوع ليرتب الكلمات طيبان اهناش عندي عندي it راح اقدمها مقدار كلمة وحدة و خليها بين الفعل و حرف الجر و ما انسى احذف الفواصل فراح تكون I have already turned و اجيب it قدمها مقدار كلمة و ارجع انزل حرف الجر on طيب من راح يكون عندي اسم هذه مو كل مهمة و ما اجتونها مرة بالوزاري لكن موجودة بالملهج فلابود ان نشرحها من راح تشوف اسم هم راح تخلي بين الفعل و حرف الجر يعني هم راح تقدم مقدار كلمة بس راح تكتب له جملتين الجملة الثانية راح تكتب نفس السؤال يعني شون يعني عندي can you turn on the music لاحظ ما عندي لا الضمير it عندي the music اسم فراح تكون عندي اكتب له جملتين الجملة الاولى نفس it راح اقدمها مقدار كلمة و خليها بين الفعل و حرف الجر فراح انزلها can you turn ارجع the music انزلها هنا the music و نزل ال on و خليها متسفة يعني اقدمها كلمة واحدة فقط مثل it with them الجملة الثانية راح اكتب ليها نفس السؤال الانطالية بالامتحان اكتبه بس مجرد احذف الفواصل الفواصل راح تنحذف طبعا بالحالتين فراح انزل can you turn و نزل ال on و the music يعني من راح يكون عندك ال to them راح تقدمها مقدار كلمة فقط خليه بين فعل و حرف الجر من يكون عندك اسم راح تكتب له جملتين الجملة الاولى هم راح تقدمها بكلمة والثانية تكتب له نفس السؤال التمرين اللي بصحيفة داعش b من التمرين المهمة والمتكررة دائما بالوزاري مثل ما اتفاقنا انه صيغة السؤال الوزاري هو put in order يعني رتب الكلمات عندي جملة الاولى can you turn on the television ونطالي put in order اتفاقنا انه اذا ما كانوا اتفاقنا انه اذا ما كانوا ضميرين الموجودين يعني بشكل عام اذا ما كانوا ضميرة هنا هذه ما من الجملة المتكررة وزاريا لان ما بها لا ات ولا ذيم لكن راح نحلها مثل مشرحتها قبل شوية فهناش عندي اسم من راح يكون اسم اسم فراح يكون بين منو بين الفعل وحرف الجر يعني راح اخليه هنا فراح انزل ال can you وانزل ال turn ارجع اسحب الفعل الاسم عفوا the television وانزل ال on الجملة الثانية اللي راح اكتب ليها بالحل انزل نفس السؤال بدون اي تغير يعني راح انزل can you بس مجرد بالحالتين راح احذف ذلك الفواصل turn on the television television هاي ما من جملة الوزارية ولا اتركز عليها هاي المهمة i have already turned on it طيب هناش عندي عندي it اتفاقنا من يكون عندي it اقدم مقدار كلمة اخليه دائما بين الفعل وحرف الجر واحذف هاي علامات الفواصل فراح تكون عندي i have already انزلها ما لي اي علاقة بها عندي turn انزلها ارجع ال it انزلها وانزل حرف الجر on ونقطة smoking is terrible you should give up it طيب كذلك عندي it اقدمها من مقدار كلمة وخليها بين الفعل وحرف الجر الجملة اللي ما تحتوي على اقواص او فواصل مثل هاي هاي انزلها ما اجمها نهائيا يعني دائما الجملة الاولى نزلها لا تجمها اللي ما تحتوي على فواصل ف smoking is terrible ونزلها ما لي علاقة بها ارجع انزل ال you انزل should ال it ال it ستكون بين the give وبين the up ونقدمها كلمة خليها بين الفعل وحرف الجر give it up when did you take up stamp collecting لاحظة هنا ما عندي لائت ولا ذن عندي stamp collecting فراح اخليها ما من الجمل المهمة راح اخليها بين الفعل وحرف الجر قدمها كلمة واكتب السؤال مثل ما هو فراح انزل when did you ونزل take انزل ال اسم stamp collecting يعني جمع الطوابع هواية جمع الطوابع ونزل up والحالة الثانية تكتب نفس السؤال بس انه بالحالة لا تنسى انه تحذف الفواصل فراح تكون عندي when did you take up ونزلها كلها الى بقية الجمل وعلانة الاستيفان هاي من المهمة تحتوي على it I can't remember when I took up it طيب اتفقنا ان الجمله اللي ما تحتوي على فواصل هاي العلامة انزلها ما لعلاقة بها فهاي راح تنزل كلها راح انزل ال when ال it اتفقنا اش قد نقدمها مقدار كلمة وتكون بين الفعل وحرف الجر فتكون when I انزل took ونزل ال it ونزل ال up Can I try on them طيب اتفقنا هاي الجملتين وشوفكم نقطة الجملة اللي ما تحتوي على فواصل انزلها ما لي اي علاقة بها فهاي كلها راح تنزل I like these shoes تنزل ونقطة انزل can I طيب هناش عندي عندي them them هم يعتبر ضمير فراح اخلي شنو بين الفعل و حرف الجر Can I انزل try ونزل them وارجع انزل شنو ال on يعني من راح تشوف ضمير واللي هما عندك هما بالمنهج it و them من اشوفهم مباشرة ان اقدمهم مقدار كلمة وخليها بين الفعل و حرف الجر مثلا عندي الفعل هنا give وهنا up فهنا راح تكون it وهنا راح تكون them Can you tear down the music لاحظة ما عندي it to them عندي اسم the music راح تكون كم جملة راح نكتب جملتين الجملة الاولى راح اخلي هذا الاسم بين الفعل قدموا كلمة مع من ومعاملة with them وحرف الجر والجملة الثانية اكتب نفس السؤال مباشرة فراح تكون عندي can you turn واجيب الاسم بالنص the music down والحالة الثانية اكتب نفس السؤال والحالتين ما انسى انه احذف الفواصل الحالة الثانية اذا نفس السؤال can you turn down the music I'll turn down it in a minute ها لاحظ اشوف عندي it اقدمها من مقدار جغت مقدار كلمة وخليها بين الفعل وحرف الجر انزل الآيل ارجع انزل turn انزل it وارجع انزل down وبقيت الجملة مانسى عند الفواصل انا احذف احذف انزل 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 كامل حذف انزل 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 بين الفعل وحرف الجر. بجملة رقم خمسة ال it قدمناها مقدار كلمة وخليناها بين الفعل وحرف الجر. ستة عند الضمير them قدمناها كلمة وخليناها بين الفعل وحرف الجر. وثمانية هام نقدم ال it مقدار كلمة وخليها بين الفعل وحرف الجر. والصيغة الوزارية راح تكون put in order. في حالة انه انطاك اسم وما اجيت ولا مرة بالوزاري الاسم اسمه راح تكون عندك معينة. اذا جدتك راح تأتي كنصا. مثلا عندك the television. the television. تليفزيون شنو هي هي التليفزيون. او عندك مثلا the music. لحف كلهم قبلهم. حرف او قلمة the. the television. او عندك مثلا the music. هذولا اه 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 كلهم راح يكونون عندك بحالتين. الحالة الانه انه ان تكتب نفس السؤال. والحالة الثانية انه ان تخلي هذا الاسم بين الفعل وحرف الجر. وعندك الاسم الثالث stamp collecting. stamp collecting يعني هواية جمع الطوابن. ذولي من راح تشوفهم بالسؤال. اكتب له جملتين بالحل. الجملة الاولى تخلي الاسم بين الفعل وحرف الجر تعمله معاملة اتو ذيم. تخلي الاسم. شوفوا ما خليناه هنا. عندي تليفزيون. خليناه بين الفعل. وحرف الجر حلينا جملة. نزلنا نفس السؤال. واما اذا كان عندك فقط اتو ذيم فمجرد اخليها بين الفعل وحرف الجر. علينا انتقل الى وزاريات الموضوع. عندي بسنة 2014 بدور الثالث تمهيدي كذلك وصلت دراسات الاسلامية. اجدتهم اولا اي كانت ريممبر وين اي توك ات اب لو اي توك اب ات. لاحظة هنا ما اجدت بسرعة بوتين اردر اجدتهم بسرعة اختيارات. طيب عندنا الضمير ات دائما يكون بين الفعل وبين الحرف الجر. فراح اختار هذا الاختيار لان عندي ات بين كلمتيين. اي كلمة وهي كلمة. فراح تكون الاختيار الصحيح. دور في 2014 دور الثاني والفين وستة المصر 2019 وبالتمهيدي في 2017 وفي نفس الجملة تكررت. اي لايك ديس شوز. كان اي تراي اون ديم. وقال لهم بوت ان ذا كوركت اوردر. هاي اللي قبل شوي صالفنا بي اصفر وزاريا افسها. فااااا احنا اتفقنا ان الجملة اللي ما تحتوي على فواصل مثل هاي الفواصل هاي الموجودة هنا. انا هاي ما اجي اما هاي الجملة اتركها اللي ما تحتوي على فواصل هالجملة ما احتويت على فواصل ممكن تنزلها ممكن ما تنزلها ما راح يحسبك عليه بالوزاري انت راح تشتغل على الجملة اللي تحتوي على الفواصل اللي بها اقواصل عندي ذيم راح اقدمها مقدار كلمة فراح يكون can i try them on شوف الذيم قدمناها خلناها وين خلناها بين ال try وبين ال on فصارت try them on اندي بالفين ارباطعش الدور الثالث وجد بالخمسطعش وبالتمهيدي والفين سباطعش stamp collecting is a nice hobby when did you eat up take put in the correct order فراح نخلي شوف هنا يعني صعبها عليهم ترتيب الجملة غيرها فانت نفس القاعدة التي تمشي عليها يعني لا ترتبك مجرد الجملة الاولى اللي ما بها اقواصها راح اتركها راح امشي على جملة الاقواص طيب انا هناش عندي عندي ضمير ات انا قلت لها اكثر ضميرين مهمين ال it والذيم طيب راح اخليها بين من وبين الفعل وحرف الجر طيب والفعل وين الفعل هي take فاش راح اقول راح اقول take طبعا وين did you راح تنزل نزل تنزل مثل ما هي مالي علاقة بيها ارجع ال take انزلها take نزلتها ارجع اخلي ال it واخلي شنو ال up شوف ال it وين صارت صارت بين الفعل وحرف الجر لان اول من بداية الموضوع فهمتك شنو هو الفعل وشنو حرف الجر ادنا take up وفعل كذلك سالفنا عن try on give up فدائما يكون الفعل واشي وحرف الجر الفعل وخمسطعش دور الاول smoking is terrible you should give up it put in the correct order طيب هناش عندي عندي جملة الاولى اللي ما بيها الفوارز يعني راح انزلها اللي ما بيها فواصل تنزلها كلها او ما تنزل مع مشكلة ما راح احسبك عليها المهم اني راح ابدأ اشتغل من الجملة اللي بيها فواصل اليو شود انزلها طيب هناش عندي يعني اندي it طيب ال it راح تكون بين منو بين الفعل وحرف الجر يعني بين give وبين up انزل ال give وانزل ال it ورجع انزل ال up I can't remember when I took up it هم كذلك بوتيم the correct order مجرد ال it اقدم هناك كلمة وخليها took it up يعني مرات يخربط لك اياها يقولك up took فرح بعد سوية took up اجدتهم مثل هاي الجملة up take فخلينا هنا take الفعل بعدين it وبعدين حرف الجر 2016 الدور الاول most smoker take up it as teenagers put in the correct order عندي هنا it فراح غليها بين الفعل وحرف الجر شوفوا صغل الوزارة دائما put in the correct order يعني رتب الكلمات these trowsers were too long so I took up them to make them fit هم عندي put in the correct order الجملة شوف هاي يعني حلو بننجيزة حتى منيجيب لك خارجي على نفس القاعد راح تمشي عليها جملة الاولى هاي جملة ما موجودة خارجية فعندي هاي انزلها بالبداية تنزل جملة ما تحتوي على اقواص جملة الاقواص هاي راح اشتغل عليها عندي ضمير them نحنا اتفقنا انه من عندنا ضمير them او عندي it راح اقدم راح اخليها بين من ومن وبين الفعل وحرف الجر هذا هو الفعل يعني اقدمها كلمة فبين took وبين شنو up فتصير took them up نزل took وخلي them up جملة الرقم ثمانية can you turn it down نقول لو can you turn down it عندي it فراح تكون بين منو بين الفعل وحرف الجر اللي دائما ما تجيب النهاية لا هي ولا them كذلك لو شامت هنا عندي them t-h-e-m نقول can you turn them down مو can you turn down them عندي can you pick up it put phrasal verb in order هاي السنة الوحيدة بخارج القطر تجي شوية مركزة مغير شوية بالصيغة بس يشوفهم عندك in order وعندي it فراح اشنو اقدمها كلمة واحدة خليه بين الفعل وبين حرف الجر فبك it up كذلك لو كان عندي هنا them راح تصير هنا نفس الحسبة pick them up I have already turned down it putting the correct order نفس الصيغة عندي الضمير هنا it راح اخلي اقدمه كلمة فراح يكون بين فعل حرف الجر فيكون turn down it I have already تنزلها ما تنزلها ما مشكلة I have already turned down it in a minute مرة ثانية مكرر يعني نفس الفكرة تقريبا انزل turn عندي الضمير هنا اقدمها مقدار كلمة فراح يكون turn it down this pencil is really old you can throw away it عندي كذلك هنا it راح اقدمه كلمة فتكون throw it away through it away طيب هنا عندي طبعا هو ما راح يجي correct the form of the verb لا راح يجي كي يقولك put in the correct order put in the تجي كبه الصيغة 2019 I will turn down it or turn it down in a minute كذلك عندي the it فراح يكون بين فعل وحرف الجر turn it down فلاحظ كم مرة مكرر عندك the it with them شوفت هاي كلها لسير وزارين بداية المنهاج لها الساعة كلها هي عبارة عن it with them انا شوفوا the it تكون بين فعل وحرف الجر والإت اهم من them هاي كلما بعد الموضوع بالواحدة الأولى ان شاء الله نلتقي موضوع الجيد بالدرس القادم